هتنقش معاك بقى بيرسي تاو حسين الشحات يمام عشور مران عطية ياسر إبراهيم محمد الشناوي ست لعيبة أساسيين في النادي الأهلي رايبين عن المدرب كويس لو ست لعبين أساسيين زي دول غيبوا عن منشستر سيتي بيبجر دول هيعمل ايه؟ لو ست لعبين زي دول أساسيين غيبوا عن ريال مدريد أنشلوتي هيعمل ايه؟ طبعا هيبقى لهم تأثير ده موضوع منتهي طبعا إنما في الآخر قيمة النادي الأهلي فيها سبعة تمام قيمة النادي الأهلي فيها كم لعيب قيمة نادي الزمالك فيها كم لعيب أنت النهاردة كل لعيب بيخش النادي الأهلي أو نادي الزمالك ده أفضل كوالتي موجود في مصر أو أنت بتجيبه كمحترم طيب أنا مش مدافع عن مرسي الكول عشان بس أنا محاولش ألعب فكرة أنه إحنا نتناقش مع بعض بس حديك برضو المثالة قربهوا لك شوية قيمة ريال مدريد فيها لعيبة كتير قيمة مانشاستر سيتي فيها لعيبة كتير بس لو أنا أقولت لك مثلا مثلا يعني من ريال مدريد غاب فينيسيوس ورودريجو وكورتوة وفالفيرتي ومودريتش مثلا وبلينجهام أنا بعديلك هؤلاء كده نحن ما كبير نفس سبعة كمان تمام هل هل الموجود على دكة الريال هبوا بنفسه كوة دول مثلا بص مش هنقول إنه بنفس القوة 100% نعم على أقل 90% طب الفرق مش تتأثر؟ لا مش هتأثر فقه هتتأثر ممكن يكون مثلا إنه يكون مكسل يقدروا هم الموجود اللعيبة دي في الملعب يجيبوا مكسل سهل في المتناول في غيابهم حيجيبوا مكسل بس ما هيكون ممكن صعب شوية يتأخر توقيت الهدف شوية إنما في الآخر الأندية الكبيرة اللي فيها نجوم كباره بتعتمد على مجموعة لعبين من الصف الأول في المستوى لا ده موضوع تاني انت النهاردة ما بتجيبش لعيبة في فرقة في منتصف الجدول 14 لعيب كويسين والباقي يعني على قد الفلوس بتاعة إمكانيات النادي لا ده النادي الأهل بيصرف مصاريف كبيرة جدا الناس زبالك بيصرف مصاريف كبيرة جدا فكل الكواليتي اللي انت بتجيبه كلعيبة لا بيبقى كواليتي عالي جدا فما نظنش إن التأثير يكون تأثير بالشكل اللي بيبقى موجود عليه النادي الأهل في الفترة الأخيرة في الدور المنتج